أنت أسمح لي على هذه الكلمة السي وحبي وصختي صورة المحامات في المغرب هوا السيعد لطيف وحبي بغيينك تقولينها الحقيقة ها هي وتيقة ها هو بلونطيتة ديالك ما انتهموك من شكو فيك سيدي خرج عد المغاربة قولينها 4 مليا روص في بشجر شكونا هو المحامي هو عبد لطيف وحبي علامة من كينوب كينوب على وانا ضد من ضد شركة اتصالات المغرب واش وانا عطاتك 5 مليا روص وبقيت عندك 4 مليا وصلتها وما اخداشش خزينة الدولة خدتي المغربة حياكم الله اينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب كما وعدناكم حلقة للتاريخ للتاريخ وللوطن مع معالي الوزير عبداللطيف وهبي وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المحامي المتير للجدل قبل ما نبدأ النقاش مع الأستاذ عبداللطيف وهبي وجبت الإشارة إلى ما يلي أننا أجرينا اتصالات هاتفية مع معالي الوزير في أكثر من مناسبة وظل هاتفه يرن دون رد في أكثر من مناسبة بعتنا برسالة هاتفية إلى معالي الوزير وقلنا له بالحرف السلام عليكم السيد الوزير المحترم معكم الصحفي حميد المهدوي عن الموقع بديل اتصلنا بكم مرارا دون نتيجة نريد روايتكم أو من ينبو عنكم بخصوص وطائقة أنتم طرف رئيسي فيها تهم شبهات فساد أنتم متهمون بارتكابها وفي إطار التوازن المادة وأخلاقيات المهنة نتواصل معكم لأخذ وجهة نظركم لهذا نلتمس منكم في إطار الفصول 6 الفصل السادسي يقول جميع المغاربة المتساوين أم القانون بما فيهم المؤسسات العمية أو الأشخاص الاعتبارية والمواطنون والفصل 27 اللي هو حق المغاربة في المعلومة والفصل 154 اللي كيهضر على المؤسسات وعلى الحاكمة الجيدة و155 كيف يكونوا أعوان المرافق العمومية وخصهم الحياد والديمقراطية والتعامل الشفاف لكم خالص الاحترام والتوقير مع عادي الوزير موقع حميد المهدوي صحفي بموقع بديل ونشرنا هذه الرسالة على الصفحات الإجتماعية ولم يأتينا لا خبر ولا اتصال من معالي الوزير ولا من محيطه علما أنه يعرف التقاشر وخمان صيف طولوا هذا الشيء وخمان تتصلوا به هو قال لك تيعرف التقاشره شفيهم يعني كل ما يجري في البلاد كيعرفوا تصنبه على أكتر من واجهة وحتى الوزارة ما بغيش ندخل فيش نوقع فالوزارة هذا نقاش آخر لأنه مؤسف ومخجل ما غير نقفش عند هذا المحطة تكفيني هاتجوج ديال الإشارات اليوم أخوتي المغاربة عندي الوحد النقاش من أجل الوطن مع معالي الوزير ولكن واجب السيد وزير نوضح له بعض الأشياء أو بعض الأتباع دياله اللي كيروجوا عن غلط بعض المغالطات من قبيل أن هذا الموقف يستهدف هاد الأسطوانة دي الاستهداف جميع الساسة يلوكونها بكل ببغاءة بحل ببغاءة كلهم تديروا هاد اللعبة السياسي دايما انتي بقدم رأسه ضاحية احنا يا المظلومي يا مستهدافين خصوم سياسي رجيها تأجندات تستهدفون الورس للإصلاح وحيتها نفتحت ميل فاتحة هنا وحيت فتحت ميل فاتحة هاد الهضرة نذكر من له ذاكرة السماكة على أننا خذنا معركة من أجل الوطن مع معالي الوزير مصطفى الرميد السابق وكلفتنا حكم أمام القضاء إذن ماشي انتسي وهب وخذنا معركة مع سي أجار وخذنا معركة قبله مع السي من بوزوبة الله يرحمه احنا جايين لعمل واحدة دي كل وزراء كانوا موضوع عن نقاش إذن حيدي الهضرة دي الكنستهدفون زياد وجبت الإشارة إلى أمر آخر معالي الوزير المحترى على أنك لا تمثل نفسك أنت في موقع ذو السوري أنت وزير للمغاربة ومن حق الصحافة أن تقتفي أدق تفاصيل حياتك فبالأحراء إذا تعلق الأمر بموضوع يشكل يعني كدسي عد المغاربة وفي العالم اللي هو التهرب الضريبي خاصة أنك خدت معركة وجود مع المحامون وصمتهم بـ أتأسف لهذا غير شأنقولها لأنك صورت المحامون مجرد شفارة ومسخين وناهي بالملعاب وناهي بالموكلين بحال هذه الصور جات وأنهم يعني يتحربون من أداء الضرائب وأنهم ما يديوش الواجب الوطني وهلهم مجرى لسين تجد ليستنجوا الناس من خرجات ذيالك فاليوم السيد الوزير كانت نقش كانت لقا من هذا الواجب ذيالك الدستوري أنت كوزير ومطالب بي تقديم الحساب وتصريح المتلكات ذيالك كل تفاصيل إذا لم يكن تشمع كإنسان عادي مليك تعطفه بمواطن عادرة ما كيدعي فيك حد ولكن مليك تدخل تدبر شيء العام وتقلد وزارك ووزارة السيدة فأنت تحت مجهر الصحافة والتسع صدر ديالك نقطة خرى مهمة كذلك واجبت الإشار إليها هو أنك تجلس إلى جانب شخص له وضعه الاعتباري في هذه المملكة اسمه محمد السادس أنت كتجلس مع المالك في المجلس الوزاري ومن يجلس إلى جانب المالك الدم دياله المالية والأخلاقية والسيسيخ ستكون طاهرة انت لا قال من هذا العملية كذلك كنفتاح معك اليوم هذا الورش أو لهذا النقاش أو لهذا السجل إذا كنتجلس مع المالك هتشوفت كم قد نقول لك أنا مين تحتيها وكذا فما نحملش هنا نشوف شي واحد على الشبوات يجلس في المجلس الوزاري المالك ما غير يمكنش يطالع على التسجيلات كاملة والفيديوات والأوضيوات حتى المخابرات وهذه رمى شيء كنقول لهم مونتان مسؤولي وإلا ما وجدت الصحافة رحت المخابرة تقدر ما تشوفش حاجة يقدر نياب العمى ما تشوفش يقدر قاضي تحقيق ما يشوفش يقدر أسيدي ممو ولكن شاف حامية الصحافة في إطار هاتشيء كنحاول لنا بهذا التكامل للأدوار ما فيه لا استهداف ولا شيء من هذا القبيل لأننا نحن عهدنا الله أن ندافع عن الله وعن الوطن وعن المالك ومن كنقول الوطن فرا فيه القانون وحقوق الناس وجبت الإشارة كذلك السيد عبدالطيف هو بأنك أمين عام أمين وعام حزب سياسي يحمل مشروعا حسب الهضرة ديالو التخليق الحياة العامة والمواطنين وحق الإنسان والدفاع الحرية فيجب أن تكون مثالا للإنسان لكذا في الحق الإنسان وإلا جاز فيك قول الشاعر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض مزيان وأنت كذلك محامي والمحامي يؤدي القسم قسم على الأمانة والاحترام والأخلاق وهلوم مجر وانت بفهمك في إحدى تصريحات ديالك تقول يعني أعطيتي واحد صورة على المحامي كيفاش المحامي عليه أن يقول يعني الحقيقة وأنا غير نذكرك بهذا التصريح لأنه تصريحه المثير جدا المحامي وأعتقد أن المحامي وجودهم مرتكزون على مبدأ الأساسي وهي القول للحقيقة ولن أنافق المحامي سأقول لهم الحقيقة المحامات تدفع للقانون المحامات تدفع للحق لذلك قبل أن تدفع للقانون الحق ولكن هذه قسنا نوضح لك واحد نقطة معالي الوزير عبداللاطيف وهبي وهذا لبس عندك مش يلوبس هو سياسة كنظن كتعتقد بأنك وهذا مشكل في المغرب ولا مؤخرا بعض المسؤولين نزلوا بالمؤسسات الدستورية إلى منزلة الأفراد كتقول أنت صحافي بعض مرة واحد شخص يرأس مؤسسة دستورية كيتعمل معاك ولا كيتعاطى معاك بحال ينتويها قاس فرص الدرب ناس ما كتعرفت ما معنى أن ترأس مؤسسة دستورية لها حرمتها لها كبرياؤها لها كرامتها لها لا لا ومع كامل الأسف المسؤولين المغاربة بعضهم كيدلوا الخلط بكي ميش بين هو كإنسان وبين أنه كيرعس مؤسسة دستورية فانت السيوهبي لا تجيب حبيد المهداوي أنا وياك مشاركا شي موضوع شخصي مثلا كنتعطى أنا وياك تموحامي ونا موحامي على شي ملف شي بقعة أرضية شي حاجة شخصية لا أنا كنقشك الموضوع هو الماله العام خزينة الدولة مش ديالي أنا عاصة حاب تجاوبني ما تجاوبني تخشي راسك في الرملة تخشي راسك في التبن تخشي راسك في الجبن ولا في الزبدة لك شي شغلك حيث كعفد أستوب دير كم حاجة قادرينها بترك درسك مسمعتيش وإما وأنا أحتفظه بحقينا بلوجوء القضاء ومن بعد ما كين هاد الأساليب أنا يا الأستاذ لا أستهدفوك أنا عندي المال العام وعندي واجبي صحفي دفاع على حرمة المؤسسة دفاع على المال العام انت لا قاعد من هاد شي أنا لسته بقضاء أنا على ذلك أشياء وأنا بغيك تعرف أنك ما تجاوبنيش أنا وأنت لست في خصومه معي أنا أنا مجرد مواطن صغير مواطن صغير كي أدي يعني الواجب ديره كي خلص الضمر ديره لله والوطن وللمالك مزيان وجبت الإشارة أخرى أسي عبداللطيف وهبي واللي خليني ندير معك النقاش كديرك هو أن المغاربة كيعاني وبساف وأن الجنوية وصلت للأعظم وأن معاناة المغاربة أصبحت بطول البحار والمغاربة أحيط طيبين واش ما مفرق عش دكش حيط المغاربة زوينين مش مبالكش علاج زعمة ما كينش مسكين درويش كينال أوصار كتعاون بعضياتها التكافل الشي معي المغاربة كيغلبوا مصلحة البلاد المغاربة كيسلكوا المغاربة مساك أدوم المغاربة كيسلكوا ولكن انتا سيوها بواصحبك تماديتهم وما فهمتوش أنش المغاربة رهم طيبين فلحقاش المغاربة كيعانيوا ماليين وكل العصا وكي النقاش دير ما كيش فلوس فلابد نطرح سؤال لوش ما كيش فلوس إن اليوم عن نقش أمور مالية بالوطائق وغاق نقول لكم واحد الفكرة والله العظيم إلا من قبل لك نقول غاق نقول لها ما نقول لها شو خفت بعض المغاردين يفهموها بسؤنية ولكن هي مؤلمة كنت جلس مع واحد السيد شوفوا سبحان الله أخوتي المغاربة يلي كذبت عليكم مبغيش نحلفش حلفة لأنا صدقوني وقسيما وربو العزتي وجلالي يهالشي اللي غاليكم حالي شتو أحد الأشخاص محترامين جمعني معاه هادرة قال لي حميد كتفوا أحد النشاط حزبي وأتير اسمك بالسوء تقول تيدير 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 فيديوات دك السيد تخل قال لي يا أخوتي السيد معنا هاديك نشاط صحفيم العكس صحفيم زيان يمزعجوا يقولوا نقش باش يعني يشوف بعض عباد الله الصحفيم كيحملوا قالوا مش بغيش وكل شي ما يهدار ما يناقش السيد قال لي هم لأساسي أنهم عد شوابية البلاد كيشتغل في إطار القانون كيهدار محركوا قد يكونوا مصيبوا قد يكونوا مولا كيفاش شأنهم مخصوش يبقاه ولا ما دبما كيهن مش شوفوا دلواقعة أغاني مشي غان ناخد تاكسي فوالله شاهد عليها الكبت في التاكسي أنا والسيد بقى هنا غادنا مسكين كيكحوا بحدايا كهندر أنا شوية كنهج قلت له ولات عندي نهجة قلت له وقعي للقلب قلت له ما كنديو رياضة ما وراء قال لي حتى أنا قال لي والله ما كنديو واحد وصف كنديو السادة ولا كنديوش حاجة قال لي ما كننعش قال لي القلب دياري قال لي وخسي ندير شي تخطيط قال لي وقتل مول التاكسي عندوش خمسة لقرائم ولا خمسة لقرائم قال لي قلت له وش حالة تخطيط قال لي تلتمية درهم قال لي قلت له ديك تلتمية درهم قطع حالية من هات الشي مرش قال له لاتانارا مأزم قال لي شوف هاد الباشار قال لي انتش حقا تصور قال لي كان صور مية وخمسين درهم منوص نهار وش حال عندك عندي قال لي جوج ثلاثة دلولاد جبناتو والولد كو خدام قال لي ته واحد كيفاش وربيش هدا لي يا أخوتي المغربة وانا تبالي هدار شي غيقولك عود تاني هدارتيش عودة ماكيهمش مشي انا شو ندرت معاه شو ندرت معاه خليدك الشي بني وبين الله عز وجل تبالي اساسي يا أخوتي المغربة حيتي هيكتب لك واش عطيتي واش درتي لقي ما قلتيش كله وهاد البؤسة فتعالك تعرفو استهدار فانا مش يدول مهم بني وبين الله عز وجل يحسب لي ما يحسب ليش بقيتكيش نشوف تبالي هاد المغريبي اللي خدام في طاكسي قال لي كتوش حانت في طاكسي قال لي خمسة وثلاثين عام ما قادرش يلقى تلتيمية الدلمي بشي دي تخطيته القلب قيتكي نقول ده باش منتش موى ولا نتفكر ذاك السيد اللي قال لي في الأحزاب بغير مهداوي تسكتو وهذاك السيد مول القلب شكو عهدار عليه وهدي البلاد لقوا هات الصورة ما بين الأحزاب كماش كنتشوف الصحافي وبين واقع مغريبي تشوفه ورطاكسي في العاصمة دربار ما قادرش يلقى تلتيمية الدلمي ما عندوش والبعض تخلموا الخمسة دقريب ما عتقوش وهذا نقاش خور دي المولي دقريب والتاكسيات لي باش ميديرو الشريكة وخلصوش حواج مكين ديك لالوش مكيخدوش تدعم ركينوا واحد يلعب كبير شمار رغر رجعوا هات الحلقة قيتكي نقول شو وحقه الصمن وربو العزاء خوتين ما إلا تقلمت تقول هدا مغربي في العاصمة الربار غير القلب واش الدولة ما قادرش عي القلب ما قادرش المغربي القلب يداوي راسه وما كيش والله موتش الله لدى والله لقيت اللي يخلص عليك تلتيمية الدلمي إذا من هاد المنطلق مش منزيش نطول نقاش في هاد المستوى كنقول هلاش سيتو وزير قسمع نقاش وانا كيما كنتك تجاوبني ما تجاوبنيش السيتو وزير انا ما قادرش معي انا قادر مع المغاربة والفيديوهات ركي وصلوا الميتين الف وتلتيمية الف يعني هذه الحقائق ستصل إلى تلتيمية الف مغربي إشارة أخيرة ونبدأ في النقاش جاية في غاية الأهمية هو أن معالي الوزير المحترم السية عبداللطيف وهبي تكرفس على المحامون وقالش يحويش خطيرة على المحامون وتصولوا قدام المغاربة بوحد طريقة اللي ماشي مزيلا وانا نعرض عليكم بعض صريحات دي المعالي الوزير شوفوا كيفاش كيهدر على الضرائب اللولا نقص صرف على المستوى دي المكتب دي المكتم وهذا يراقب ليس لذلك يأتيれた الملف دي المكتب دي المكتب دي المكتب دي المكتب انا غنجيك لهذا المستوى. نسمعوا نقاش اخر في نفس السياقة. مضادي الضرائب دي المحامين. خمسة وتسعين في المياه من المحامين. يؤدونا عشرة الاف درهم سنويا. مخيف هذا الرقم. خمسة وتسعين في المياه من المحامون. يؤدونا عشرة الاف درهم سنويا. تصور دبا انا مغربي قلتي لهذا درهم زيان. خلصوا الضرائب كل شي مش يتمل مشكيه. انا مش كأنه عن المحامون. المحامون قاد نبراسهم. دبا انا دي الدولة المغربية. فيها المحام وفيها الاطباء فيها رجال اعمار البشر. تصور واحد اللحظة فولية حكومية كي بناء المحاملة وضلحراء. وارباب الشركة الكبرى وضيعة الفلاحية الكبرى. واصحاب المحروقات واصحاب. عدد شي خطوة هنا. لما زيب تكون واحد تصدي للتهرب الضريبي تجاه اصحاب تروأم زيانة. ولكن عندما تاخدوا حكومة معركة في قطاعه المعين. اللي هو المحامات. وقال تعرفوا عدد المحامات المساكلة كلي ما عندهم. مكتب كلي. راه ماشي المحامون كلهم لباس عليهم. راه ملي كنقوله حاميد. ما بغيش نقول واحد اسم في الدار بيدا راه معروف. يعني هدول أولى وهبي هدول محامون اللي ماشي 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 لباس عليهم. على ما كيعودوا الناس. دي أرشي مليارديرات. دي جتمين فات كبار. وكل محامسي كلي كبقى يتقاتل مع ألف درام. ويشد وما يخلصوش السيادة. ولكن هالطريقة لي كيصور الوزير تعمسو الجامعة. نقطة خراوك تلتابط بالمحامون دائما. دائما اللي هو الضرائب. ونخليكم تسمعوه السيد الوزير باش قاندخلوه في النقاش المزيد. سمعوش كيقول عن الضرائب. كل هذه العناصر نريد ان نعيد للمحامة تهيبتها واحترامها. وهذا لا يمكن إلا بمحاربة الفساد. إلا بمراحة تلك المجموعات التي فقط تريدوا أن تتموقع من خلالي شعبويتين. لا تريقوا بمهنة المحامة. لذلك فأنا مستعد. وهذه المهنة قدمت لي الكثير. سيكون قليلا أن أضحي من أجلي أن أعيد لها أوجها وأعيد لها أنفونا. إذا قلتك الناس تحارب الفساد. إنت؟ قدي تحارب الفساد. كي جماعة الشعبوية. الشعبوية التي يسميتها. وصل المحامون. ستصدى لهم. إذا أنت تحارب الفساد. واحدة النقطة مرتبطة بهذه وغير مدفة. مثلا في عدد من المدن قد تسمعوه متابعة محامون. فقط مساكن لا تدوينه. فيهم الكنيس وهذه فضيحة. ما بعدها فضيحة. أنه تم توقيف محامي لأنه دير شيء تدوينه ولا رأيه. مزيان أخوتي المغربة. إذن هاد المحامي على تدوينه على رأيه. واحد المحامي في بن سليمان لك تعرفوه. كانوا شطبوا عليهم بعد ذلك توقف تلسين. على رأيه. نتعفقوا معه ما نتعفقوا ش معه. وهاد المحامون اللي كي عاقبوا. هاد المحامون اللي كي عاقبوا زملائهم بالتوقيف. كي بشوا قدام القضاة. وكيت بوردوا دبال أنصاري. لاش تتيموا رافعاته دايما قدام القضاة. كي بقى يقول اه مك خلي ما يقول. وهد المحام. في الوقت كي حاكموا زملائهم. على تدوينات غاية هاد دفاع عن المهنة. شوف 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 شوفوا الانحراف. شوفوا الانحراف اللي وصلت له البلاد. والله لم يشهد المغرب ما وصله اليه اليوم من بؤس وسط النخب. ملكة تلقى بعض المرات البوليس والنيابة العامة. والله لا ارحم من بعض النقباء. والله العظيم للبوليس والنيابة العامة والقودة. قصما بالله لارحم من بعض البرلمانين. وبعض الرؤساء الفرق. قصم هدي هي علامات البؤس اليوصللوا الى المغرب. وما زال البوليس ولا قادة ونقام راح نضوم بريع لاش بعد مره يعجوا يا للم هدى واعتني شيء عالمة اخدوا هاد العالمة شوف 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 شوف. هدا عبد اللاطيف وهبي. شوفوا اخوتين مغاربة اشنه قيل على القضاء المغربي وحكموا انتم لكم والحكم هاد عبدالطيف وهبي القضاء اللي هو رافع دعامة من دعامات دير الاستقرار في البلاد القضاء المغربي شوفوا شكيقول لي عبدالطيف وهبي سمعوا سمعوا حيث انه باستقرار كيقول عبدالطيف وهبي كيقدر على واحد سيد خدا باراءة تيقول لاش خدا باراءة لأن واحد من القضاء اللي حكموا عليه صاحب دريس البصري ولأن الرئيس لو دير محكمة النقد مسئلة لا كان ضحاك رغم ديال البصري والبصري اللي حطه وشوفوا أقول ديال بغاربة عبطيفو هابيش كي يقول بأنه تلقى تعليمات من جهات معينة بإصدار حكم بالبراءة في قضية العفورة ونظرة للعلاقات القديمة التي كانت تجمع بين مجموعة ذريس البصري والضحاك رئيس المجلس أعلى على أن الوزير المخلوع هو من رشح ذريس الضحاك آنذاك لهذا المصيب وحسب ورد بالمقال ده بها ده عبطيفو هابيك يقولك وأضاف أنه على الهيئة حسب نفس المقال متسائلا عن دور رئيس الأول في صدور هذا الحكم وما هي قدراته في التأثير على الهيئة القضائية مضيفا أن رئيس الهيئة المصدر للحكم هو أحد عناصر دريس ضحاك إضافة إلى أنه توجد داخل الهيئة عدة أسماء محسوبة على دريس ضحاك متهيما كل من الوكيل العام المالك لدى المحكمة السينف بالبيضاء وجمال سرحان قاضي التحقيق لدهما بالتقصير بحاجة مع المحكمة بعذا مش تهادي مالي و وأخوة إلى أنه تقول دريس البصري وزير الداخلية ودور عادي رئيس كنت تدبع القوضاء والمؤسس القضائية عесто حكمة المحكمة واحكمتي المحكمة عليه بتتوقيف على المزاولات المهنة 14 دا بلاد قدقت القوضاء صورت القوضاء وقلت بأنه هد القاضي يخدام مع الفتيح عميتال هد القاضي يخدام مع الفتيح وهد القاضي يخدام مع الحموشي وهد القاضي يخدام مع ياسير المنصوري عطيتكم عمية عطيتنا دلتي هذي قال لك يعطني وقرب عشر موقفة تنفيذ ولا عطيتش انت ده بالمحامون دلتيش تدوينة رأي في المهنة عامين موقفة تنفيذ عشان قلت تيكم رو الله ترى القضاء أرحموا البوليس من نقابة ده بولا ده مش كل يختار هذا اللي في بنسليمان عطاوا تلسين موقفة وهذا ديال المكلاس عطاوا هادو تدوينة دالوها آراء ما هضروش في القضاء واستقلالية القضاء ما مسوناش مؤسسة دستورية القضاء أعطاوا رأيي في المهنة هاده ضرف الداخل في المؤتمر هاده ضرف عادي وعادي جدا وقالت عطا يا عامين فين في القلعة ديال رئيس الجمعية الأنصاري مع كل احترام هذا كسير الأنصاري لغي يجي واحد النهار رأي كان قلب قلت واحد الزريدة الزميلة العمق شنو قالت عليه هو وأخوه وأحد الأشخاص متهمون بشي عائلة باستلاء على شيء أرض في أرفود والله إلى اتهامات تقشعر ولا أبدا طبعا لا نتبنىها ولا نؤكدها وقالت نتمنى عليش بتهده بغي يغي يسير الأنصاري يجاوب هاد المقال يجاوب هاد الجريدة شنو مش هادش يسعي ولمش هادش يسعي هادا النقيب هادا نقيب المحامون في المغرب توجه له هذه القديفة القديفة ومليك نقول هكذا غيرها تاني عليه المحامون رهديون النقيب رهديون وخلنا نتقضوا من داخل الجسم الصحفي إذن أخوتي المغاربة أنا أريدكم هاد عبداللطيف وهبي يتمتع بما لا يتمتع به المغاربة قال ما لم يقوله مالك في الخمر في حق قضاة جماس رحان وما أدرك ما جماس رح أدري استطحاك وما أدرك ما أدري استطحاك هدي لي ما لقيت ليش أنا تفسير معدلطيف وهك واش عنده شي جواد دياله وعلي بالزاف واقف المعاه واش هاد الجواد كانين مربع الحكم واش كين في مربع الخليج واش كين في مربع السماء واش في الأرض أنا ما عرفش ولكن ليه تابيت عندي وأن هذا الشخص كائن غرائبي أنا أعطيتكم نامودة شوفوا شو قال في القوضة تدار بعشر موقف تنفيت ما عرفوا انفده ونا ما انفدهاش لاحظوا هالأولا واحد قال غيتي دوينا تخربيق عدت لسنين واحد خور تخربيق عامي لاحظوا واحد يجيب على القوضة إذن هنا كان قول كائن غرائبي هاتسين وزراء قالوا شكولات واحد بغي تزوج وحده الشباني مع ديك السيد اللي كون معهم عشو سميتها حب هادي زوجي وزير بغى وزيرة رهم باشا في أخر ما وتزوجوا حلال رسول الله كلفهم داري كالإقالة كما كلف أوزين الإقالة كما كلف وزراء دي المنارة الإقالة بخلاف وهبي قل عنه ما تشاء يقدري هيج لمغاربة بعبارة بهلبس عليه وخلص عليه بقى نبس عليه وخلص عليه وقرره في الخارج مخص أعطيه خاء والشعب يغليه والصفحات والكون وأصبحنا أضحوك أمام العالم المصريين داروا عنينا فيديوهات شتودك المصري مع اسم ديه جو شولم مع اسم ديه كون وزير دلوقتي لما دخل الوزارة شوفوا يعمل فيكو إيه لا وزير عدل فعلا بجد عمل كافة المعارضة نفس كافة التقرص لا خلي بالك عمر قديم ما عرفش يوزن الوزنة ديه شوفتوا الفضائيات داروا علينا ثم البعض طالب بفتح تحقيق بشأن النتائج أولئي مجموعة من المعترضين والمحتجين أطلقوا على نفسهم اسمه المتبارين المرسبين في الامتحاد الكتابي الامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحامة من بين ناجحين نجل وزير العدل المغربي وخاتولي شوها قدام العالم تصور شكولي خطر وش شوها ديه الشوكولات وديه الكراتة وديه الشبالي وش شوها ديه ببه فيها إمعان فيها حقرف واحد المجتمع فقير كتقول أنا عندي التروة يعني يتقولها وتيجي تقول لك تغضبها ما عندوش مشكلة ويستمره وزير يعني ما غريب وش عندوش جواد عندوش جواد كذلك هي بانتكم هنا نقطة أخرى تقول من تحتها تصوروا من تحتها غريب رجول عندو موقع دستوري وزير كيقلس في المجلس الوزاري وتقول من تحتها يعني ما وحادي ويستمر مفروض ديك اللحظة من تحتها الوكيل العام النقط حي تدي دولة عندها بوليزاريو عندها الحكم الداتي عندها تحديات داخلية كينا مؤسسات كيقولوا بأنو كيستهدفونا كي البرلمان الأوروبي كي المنظمة العفو الدولية كين كيكين مفروض الوزير هو وجهد المملكة را الوزراء را وجوه المملكة للستثمار في القضاء ماشي معي يا أهل المهداوي وهذا فيديو دلعوص المجتمع المغرب والناس وهذا أعطاه أحد ومع ذلك بقيت قال تقاشر قال أمن تخلف مواجهات مع كل شي يغضبوا الجميع ومع ذلك كي يستمر واش يتأوى أمين عن وعنده أدل وعنده لوبي كي يضغط به واش بقى ساعتهما قربت واش ولكن في آخر المطاف هو جاتم على قل وقال لها في واحد صليح قالوا أنا جاتم على قلوبكم وموتوا بغيديكم وعنده أن أقول الذين يكتبون الأكاتب على حزب الأصل المنظرة أن من حقهم أن يموتوا غيضا مهم هذا الشيء أصبح يعني خطير بكل ما تحمله الكلمة من أمانا معادي الوزير المحترم ومتقص على الفساد أنا نسوق لك واش نقول لك واحد كلمة مهمة السيد الوزير هان تشوف هذو وريقات ما غني نجبدهمش لك حيش هذو كيبقوا في إنشاءات أنا كنحتار مراسي ممكن نجبد لك أن هاد جروب ديال كاستايل فرنسا وعلاقته بهذا الفارع وهاد براهيم أنت غاتعرف هاد الشيء هذا ولكن هذي كتبقى عشيش بغيت نتلقك هذي ما غني نجبدهاش نخلي هنا باقي يكلم بحاج فيها حيش كنحتار مراسي حيش تقدر تكون مضلوم فيها والكي لك وزير ما بغيش يش تجاوم جروب كاستايل وهذا يقدر إلى دخلات فرنسا على الخط ما عفناش فيني إليك كانتش صحيح وغادي نبحثو فيها جروب كاستايل عن حظي هنا عن خليلك هذي ديالا كوكاكولا عبتاني وما سمعنا بكوكاكولا وما كرحش شنا نطلق هذي كأستدامين وده حازيب وشنو كان وقع في كوكاكولا هذي حتيها غالنبحثش فيها أنا ما قيخدام فيها ما غاليش ننظر معك فيها انظر ده بلي واجد كما تنقول وعطينا الموجود ده بهديسي عبداللطيف وهبي مقال افتتاحي رامي إلى التعويض عن المنافسة غير المشروعة إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط شكون هو المحامي هو عبداللطيف وهبي علامة كينوب كينوب على وانا ضد من ضد شركة تسارة المغرب مزيان أشمن سانة هذي الرباط في الفين وثمانتاش إذن هذي مبعيدةش بزيف مزيان هو محامي أنا داك كان محاميا بديش كنا نقرأ شنو كنلقى أنه طلب لفئدة وانا دار ما قال قال لهم غتعطيهنا خمسميات مليار خمسة ملايير و خمسمية أو سبعة وتسعون مليون درهم مع الحكم لها بالفوائد القانون من تاريخ الاستحقاق واي جاي 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 يعني قبلين طالب قرابة ستميات مليار شحال كتجي فيها فكتعرفوا في القانون اللي كتفوت عشرين الف درهم كتخلص واحد في المية من ذاك المبلغ المطلوب فيه زائد واحد تلتميات درهم إذن هو شحال أعطاه أعطاه مليار شوفوا شنو كاشبله لفوق تجمت تكملة الرسوم القضائية فيما بعد أي مبلغ ربعات المليار ونص دابان ترى جو القانون السعب لطيف واب جا محام كتعرفي أن الرسوم القضائية أي محامي ما كيقبلوش منه المقاف ولا يعطيه التاريخ لجلسة ولا يعرف القاضي لمقرر ولا شي حاج إلى ما أداش الرسوم القضائية أي محامي ما كيقبلوش منه المحامي تقوله خلص الصندوق وعاد من بعد كنا وحد الشعبة كتسمى الشعبة تحصيل الصوائل القضائية اللي كتفيري فيه أي محل وإذا توقع شي حاجة في الغلاط ولا كده في الحساب القاضي كيدل عذم والقابول هذا اللي هذا ما غالط هذا عارف المبلغ شح يساوي وشيفها لازقة إذن هذا المكتب عارف خمسات المليار وكده ودرنا عملية حسابي اعطات هذا المبلغ هذا اللي باقي 4.5.970 السؤال كيفاش السي عبداللطيف وهبينت يا محامي كتنوب على وانا وهذا الرصوم خزينة الدولة المغربية فلوس الدولة عليش كنقوله بلند الملاقي يمشي الدولة في المغرب انترى جور قانون ومحامي كيفاش كتخلص مليار كيفاش كتخلص مليار كيفاش كتخلص مليار وكتعرف بإن الرصوم وهاتش دواجبات لا في المادة 528 في قانون مصال ميدانية لا في يعني واضحة كيفاش المغير بدلاوش بساكنك يخلص محامون قولينا عنش كتك القبيلة وش عندك شجوات كيفاش قبل منك قولينا انا ما قدرت نقولك لا الرئيس تدخلك لا داك الكاتب تدخلك انا كان عرف حاجة وحدة لكن شو حواج اما كتبشي لك المبلغ كبير وانت ما قادش عليه رسومه كتدير واحد المبلغ كتطلب به القادر اللي عندك بفلوس عتخلص وكتطلب خبرة من بعد وملي كتخلج الخبرة عاد انا داك كتحطها منتلا انت محدد المبلغ وبعد انا ش حتتتين المبلغ هكا وماش عرفتين الخابير يعطيك هاد المبلغ كابر تطلب هاش تبطيها انا بغيت نفهمها تقدر تقول الخبرة وتخلي لناخ الخابير قلتك لا دا بانتعطيتي مليار دا بس سؤال من حقي السوء انا بغيت نتلاقي كنت راح سؤالك ها صاحب السؤال هو واش وانا اعطاتك خمسا دل مليار ونص وبقعت عندك ربعات من ونص وما اخداشش خزينات الدولة قولي ناش نوقع في كل الحالات مكتف تحرصه محكامة ما تقلش شريك النتيجة دير دير صلح بديل الصلح انهم في الخرج ديروا داروا صلح ها هو شركة وانا تقيروا سحب شكاية القادمة دي تسالة المغرب ولكن الصلح لا يسقط المستحق دير خزينة الدولة قاضي ما يعقلش عليك ما يعقلش عليك القاضي وخشف الصلح داروا يخسروا صلح انا بغيت انا بغيت اليوم الرأي العام ما انتهموك من شكو في كسيد خرج عد المغاربة قولينا ربعات من ونص في بشج واش تخلصت واذا تخلصت تعطينا ما يشير حل سمعناها بعد الحويش بعد الحويش دير واحد لبيل هوا بحاله كين كينو فيه الأستاذ الأندلوسي حاميد معاه شي أستاذ أخر سمت وثابت محمد منبر ما قال يرمي الى التعويد عن أعمال نفس الأطراف وانا عاود تاني ضد اتصالات المغرب وانا كتقولك رادرتني اتصالات المغرب نفس المحكامة التجارية اللي هي الرباط نقوله هذي مكين بس حيث هنا إذن نفس الأطراف اللي هي وانا مع اتصالات المغرب ودائما المدعية هي وانا ودائما المدعية لها اتصالات المغرب ودائما شحال قدد الفيوس هو مليار هذي عابتين شحال طلبوا طلبوا شوفوا أخوتي المغالبة شحال طلبوا ستضلوا مليار درهم اللي طلبت وانا الاتصالات هذا بعد خسفيه نقاش هذي دائما وشحالك تعطي شو شلو كتبوا عابتيني الرسوم الواجب أداءها قال لك هو تقريبا سبعة دل مليار وتم أداء فقط شو شنو كتبه بستيلو تم أداء فقط مبلغ مليار واش دابا هذا ندخلوه في جريمة الغادر واش ندخلوه في تبديد الأموال العمومية بأي حق يلي كان الموظف مو تستنق دال هاد الشي بأي حق كان رئيس لوه الدخل بأي حق كان موحق قولوا لنا دي كنته رجل قانون ومحام ويقال هذي تأدات هذي دي الحميد الأندلوسي ومحمد تابر يقال تأدات مؤخرا جاء تليفون الله يعلم أنا نتمنسي حميد الأندلوسي بكل احترام له محامي رامع روف قديم قدم التاريخ مكره نشه هو مهم لأساسي أن هذا تأدات ويقال هذا بقيمة يشاع مش نقوله مع السيد الوزير أنا علمي العم يشاع ويشاع بأن هذا جاء فيه تليفون يتخلص وهذا بقيمة تخلص اللي فيه السعب اللطيف وهبي هوا السعب اللطيف وهبي بغيينك تقولينها الحقيقة ها هي وثيقة ها هو بلونطيت ديالك ها هي التوثيقة تكرفسنا عليها وش ما يستحق الشعب المغربي تقول له وش ربعات المليار ونستخلصت ولا لا وهي تتخلصت عش ما خلصتاش في البلاسة وشو أنا فقيرة وشو أنا ما عندهاش مش كيخلص المحامي كيخلص بالكون دياله وإي محامي ما كيجي عنده شي شخص معين اللي يخليك عند نوب عليك إيه أعطيني الرسوم القضائية ما المحامي خلاص ما نجيبه دياله وانا مليك تدير كده بسمية المحامي وكتخلص بهال الصندوق إذن وانا ما شي فقيرة ربما دام طالبة هاد الملاير وهاد الموسيب وقع صلح اللي عنده فلوسها سؤال وقانون ما كيعطيكش ما يمنعش ما خاش تكش تشد الفلوس أربعة المليار أربعة ملايير ونسب تك محامي كتدافع الحقوق وضد الفساد ما تشدش هاد الميل في المعطاتك شوانا أربعة المليار نص أنا كنقوله إلا وهو الراجح وانا ممكنش أنت محامي تشد بالمدى فبأي حق أنت يا المحامي والآخرون مكيشدوش منها عندهم مقالات حتى يحطروا صوم القضائية وانت وعندك الدستور المغربي واضح القانون هو أسمى تعبير هذا الفصل السادس القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العالمية متساولة أمامهم ملزمون بالمتتلة بحالك بحال جميع المغاربة أنت قسك تكون نموضج أنت أمين عام دي الحزب السياسي أنت محامي أنت رئيس فارق أنت أنت قد عدد دروس للمحامون قد تقول محاربة الفساد وجماعة من الشعبوية أما تفتحش المقال تحت فلوس كاملة الرسوم القضائية ما يتعامل معك لأموظف ولا رئيس وانت بحدد من بلغ المطلوب نقول محامي السيد عددتي فلوس وغلط فيها لا وكاتب لك الفوك بأي حق تكتب هذه الجملة تتمت وتكملت الرسوم القضائية عددتي هذه مجيبة لبلجيهات المسؤولة خلينا منبه لبس عليه غلط فمو مكعرف احتيها أولوك يمعجبكم هذا بها هنا تتمت وتكملت الرسوم القضائية بعد فيما بعد أي مبلغ ربعات المليار ونصف وشي حاجة يالله أخوتي المغالبة عن الأستاذ وهبي يالله أستاذ الحمدي ويعني أستاذ وهبي قولونا أخوتي المغالبة السيد الوزير تقضوة تتعرفوش نوه التهرب ومن هاد في حالتي لا تبتت أنا كنقول من بعد تتعرفوش ما تقديش لخزينة الدولة فلوسها روسهم قضائيا ولا تهرب الطريب واشك تعرفوه أخوتي المغالبة تحكم على الدولة عالشي بشك تحكم عليها بالفقرية زادوا لها البيطالة ضعارة تسييب لو سخ اللي بغيت حيث الدولة باش كتكون واقفة باش باش الدولة ربحل الفرض الفرض منك يكون عنده شي موريد رزق شك يدير كي لبس مزيان على البرد كي غلبوا البرد كي غلبوا الزلط كي غلبوا عيد الأضحى كوشي كيتكرفس عليهم كيكون تجيب خاول كيكون تجيب عامر كي تقدر تقاوب كل آفات كي ديلك الدولة عندها خزينة وعلى وبغيت جزائر تحلفهم السلح موجود بغيت الفقرية هدار فلوس موجود هدار المرض السبيطالات موجودين كدارت طرقها إذن عالش جريمة تهرب الضريبي في الدول اللي كتحترى مراسة تعتبر من أخطر الجراء تهرب الضريبي إنك تضعف الدول وقدورتها في موجود التحديات الداخلية والخاجر إذن هوا حد ربعاد المليار ونص وكان طرع لك سؤال سوار واش خديتي بقاش عندك مليار ونص ربعاد المليار ونص وطيتي غا مليار واش ما عطاعتها الكشوانا واش أنا ما كيهمناش نريد الحقيقة وفيها بس كي ما تشارش لطلاق الصحة في بيرت قالوا شكرا لك وضحت لي وعن طريقك عرفت العيوب دي الحكومة وصلحت بغينا شي نهار نفيقوا ونحلموا ولقوا عندنا شي وزراء في البلاد ما كي تقلقوش من الصحافة ما شي ديك بحل دك التامك وانا حتبت القضاء القضاء عاد شي كل شي ما عندهم عندهم كي الصحافي كي على القضاء التهديد والقضاء راه مأمن التهديد تعملوا سلوك راقي يا أخوتي المهار الصحافي جاب وثيقة الصحافي هذا هو المسؤول اللي كيتبرش العام كون صدرك واسع كي ما كتدخل الكونت وكتعيش أوضاع والطيارة وكتشاكل ونشاولا ديك اللي ما كي يكلوا يواسبر شوية البنادم اللي هو مجوع ومقرد وديز عليه الدك يقولك عا عطيني يوضح لي من الله مش كون وضح لبابيكم مش كون شو ما أنا الوزير أنا معالي الوزير هاي يا ربعا عضل مليارونس واجب عليك شأدي هاديك الله وخي وقع الصلح لأن المحكمة غير معنية مش كونك هاداك تخل عندي أنا وطلب لي واحد المطلع بحالي اللي قدر يفهمشي واحد تقولك تخل عندي مليين تفهموك كذا والدولة ضعف رزقها لا لا طلبت يستميات مليار عطيني الدولة واحد فنمية دي لا الدولة هادي مش دي شو خزينة الدولة وتحطها الصغل شو تحطها في البلاصة هاتش أتتمها هادي رأتي شو كيفاش تتمت كذا بعدك كذا كيفاش المحامون هادون تكرسوا على المحامون ونشوهوا صور شو مقدم العالم بينهم التهرم الضالب وحنا نقدروا لنا بها الطرق هادي هاوحدة وبقي في هاوحد النقاش هادي دي السحامي الاندلوسي ها هي تخلصت هادي تحطت فيها شي ستاد المليار وهادي أنا كنقول غاي وشاعة سيدي باقى ما تحطتش ربعات المليار ونص زيان ها مشو للقضية التانية ها هادا 2014 نهار 29 في نفس التاريخ ها نشوفوا هو هذا نفسه 29 4 2014 28 ربعات هادي مزيان اذا انت كموحامي نهار 24 2014 واحد السيدة ما نقوله اسميتها كتقول البنك ديرها البنك العربي نهار 28 كتقول يوم هاد هاد الفلوس اتعطيوني 135 مليون تقريبا شي 140 مليون لمن خرجت لغدة عد صيف البنك وغدير واحد الشيك سيرتيفي هاو نفس المبلغ هاو نفس وهو 139 وهذا التاريخ دير وفوك خارج هادا 29 يعني نهار 28 طلبت 129 خذت الشيك في لمن الشيك خرج بواحد اوتو النجمة ماروك خارج كيشري طانوبيلة ساوية مارسيديس بانز عبداللطيف وهبي كليان عبدالطيف وهبي تاريخ 24 الشيك خارج 24 2014 نفس الشيك نفس الطانوبيلة نفس اوتو نجمة فاكتور اوه طانوبيلة 149 مزيان اذا هادا الطانوبيلة اخذها الاستاذ ب140 مليون وكاتبين هما 149 طانوبيلة وقال مدخل فيه شي ضرائي بلش 149 مليون 149 مليون ونهار هوا عبدالطيف وهبي نفس الطانوبيلة الملكية الوطنية التأمين حال خلصتش يججل مليون غير سورانس وليش حال هادي 19 عبدال مميات تابت تابت على ان المدخولات المدخولات المحامي يصرح بها ويخلص عليها الضرائب هادا الطانوبيلة سؤال تعتقدتك من طرف واحد السيدة وبشعرف نكو نحترمو رأسنا هنا لو جيت نعود ما سمعتو علاقة بديك السيدة يعني فلوس لأتعاب ندخله في باب الإشاعة ولكن ما بيش عجا عندي ورقة 140 مليون أنا بغيت نسوه مدام تهجمتي عن المحامون نتنك نسوه لك من حقيقة تاخذ 40 مليار أتعاب 20 مليار رد حقوقك ولكن خلينا نسوه لك هلاش انت يا زعمة السعب اللطيف وابين هذي غير اللي بانت لبا طانوبيلة وحنا كنعرف قاعدة لكل التزام من سبب ما غيرتك شي واحد ولي شي واحد طانوبيلة غاهكك كي شي واحد كيصدق هادية ما أكف إذا هذي ربما تعطات في إطار المهنة وخاصة المعطية اللي أنا بحث فيها هات السيدة كانت تنبو عنك كانت معتقالة وما كتش كتنب عليها في العتيقة بالعكس يقال بأنك تخليتيليها في العتيقة ولكني بتعليها في ميساطرة أخرى وهنا بانت هات السعب طانوبيلة بمية وربعين هذي غير طانوبيلة اللي بانت أنا دبا وش ما منحقيش تكت طالب بلوضو وش شابه بيسي دوزيل تصورت توضح للمغربة مداخلك منذ بالأخص من 2011 أول مرة وليتي برلماني في 2011 من تم ونت برلماني علش انت عشت المكتب ديارك انت عش ما بعده 2011 من وليتي برلماني من وليتي رئيس فارق من وليتي كي بعض الناس كانوا عندك ربوها ما وكملوا معاك وكي كينا ملفات بحضة باك العجب بحضة با السينيسيس السينيسيس عندهم واحد مكتب محامون كده في اليوم علش دخلت انت ما بعد السينيسيس بجاج غريب كنت موب على السينيسيس السيداجي القرض الفلاحي وانا وربما تتصارت المغرب قبل القرض الفلاحي السياش هاتي اكبر المؤسسات في المغرب تنوبوا عنها وما تتقلقش مني لك وحد الكلمة انت كإنسان هذي من الحقين ديلك تقييمت انا قرأش شوية القانون احني ما بنتيش ليش كافاءة قانونية مثلا ما كتميش ما بين مباراة وامتحان والتوضيف هذه حويش ما كتميش من اقتصاصات النيابة العامة كتتعتقل كبير اللي انا سيتمون ما حدوش تقافة قانونية وعلش الشركات الكبرى في المغرب كتشدو ما هو ما شيرجو القانون قوي وكي المحامون في نيبان وشي زوارات علش ما كتشدوش هذي الشركات الكبرى منين منفدين منين داز كنسول من حقي اطار المساوات انا كندافع على تقوية قدرة جميع المكاتب للمحامات بغير المغرب كله وليسها لليك ولكن الحقي نسول علش هتشتغصها وليك ينوب على هاتشي كامل سيديجي السياش قرد الفلاحي وانا الوزارات الدولة المؤسسة دي الدولة الكبرى كل شي الكبير اي مؤسسة كبرى الحقار غريب دكش ومحامة خلقين ايش الدبان مهنة حرة ورزاق ايه وليك من حق نار انتك فاعل سياسي انت بشي انسان عادي كوما كتش دخلتين لبرلمان ماشي شغلنا سؤال سؤال واش في قطر ما نعرف ربما كنشي وعدلوبيات ما نعرف انا ما قداش نتاهمك ولكن من حقين انت كوزير انا اضعك تحت الميشل لأطمئنه على التشريع انت كتساهم في تشريع دي البلاد عند القانون جنائي سحبتي قانون هايش دي البلاد من حقناك يا صحفيين نسولوك لماذا من فات كورا انت كتشده سؤال اخر ولا بغيتك تجاوبنا وشطنوا بلخطتيها كأتعاب سكده رائب هدية لقاعدة كتقول لي كل التزام سبب في اطار المهنة وهات سيدة مولت هاد 140 مليون را كان عنده احتياج قانوني عنده احتياج قضائي هنك نعرف المحامير بزفلح واش المشرع رغي لا بغي بش عد الموكل دي لقصو ايد ناقب لدارو خرج لبرقصو ايد ناقب هلوم ما جرى قوليني هاد 140 انا بغي نطمئ انت اسمح لي لها دي كلمة السي وهبي وسختي صورة المحامات في المغرب او قسم المحام غير هالمغربة مرضو رم عمر المحامون معاشور المرصات التقريبيني كعيشوا اليوم في عهدك وطرتي الجسم المحامين ولا المحامين كيدا فعلت كاللمحامي محيح انت محامي قلتين ما بغيتي في قوضات المملكة المغربية وكيل العام وفي الرئيس المجلس على القوضة خضيتها 14 موقوفة نفيد هذا محامي تدوين هذا عامين توقيف واحد خورة تلسيل من سليمان شنوقع في الدولة المغربية حتى أولاد الأمور بهذا الشكل إذا نحنا كنقول لك وانا بقي هذا غرر هذا 140 مليون واش خلص عليها الضاريبة هذي أتعاب عينية ماكين بس واش خلص عليها الضاريبة خضيتها ماشي في ضاريبة وهدية هذي موكيلة مزيان واش هات السيدة كتعطيه الهدايا واش خلص عليك كل شيء لأعلم كله واش خلص عليك إحنا محتاجين سبيطارات هذي 140 مليون سؤال آخر هو من حقك ولكن غير بغين شنه هو الإجراء اللي غير تانوبيلة هذي اللي غير تعطي 140 تانوبيلة بـ 140 مليون مايمكن شنعطي غير تانوبيلة وقدر يكون تجارة حقا نسوي المحامي ماك يبيعوش يشري واش هذي تجارة في التانوبيلات ماعرفناش شنه علاقة بأوتو وكادا وعليش بهذا الطريقة دازد ما حق لا نسوي هل يجوز المحامي يتلقى الأتعاب بشكل عيني وإن جاز ضريبة هذا لمدخول الدولة ستتخذ حقها الخزينة تكرمو كدش شريطانو بلب وحدكو ولكن خضيتيها عن طريقة أتعاب للمكتب واش ميستحقش عبداللطيف وهبي المحتر معالي الوزير المحتر واش ميستحقش المغاربة تتوضح بخصوص هذا الشي وتصور تكون تغمض لنفج ويبقى هذا الشي دارع تخرج الدين ندوة صحافية أخذي الطانوبيل لنعدي السيدة ولنعدي السيد ولهالسيق اللي أخذي في الطانوبيل تصور تكشف جميع مداخلك أنا حسابي البنكي وحساب بنك أسرتي وعائلتي وعملاكي منذ كده ها هي للمغارب أنا صورك سؤال تصور لك تدخل حلال رسول الله فلوسك ورتع الوالديك وكذا أنا عندي سؤال شنو كي منعك تبين تقول ها أنا متان يجي وعندي هنا نقول ما شنو عندي تقول لي ما كي بغيش يو واحد لي خيف مش حاجة مخزونا تصورت تقول لمحاموس كم تكون واضحين وش فا فيها مش تصرح بمتالكات لا جيب كل شي هالحساب البنكي هالمداقين دير واحد الحساب تصدبي الفوام غطانوا بيلا غطبان وش كين غطانوا بيلا وش كين طانوا بيلا تخرين را كين حويش لي السيد الوزير أنا متحفض فيهم بقيل ربما شو تخصهم بغير يدفقني حق قرب شل الإمارات وطلقى واحد السيد قال لغا هلوم مجر ربما إشاعات أنا كان تحفض يعني كان عنطي غير حويش لأنا بني تضيب حال هاد الورايقات بغير كتقول لي شو قصة هاد 140 مليون واش صيغة أتعاب واش صيغة المحترع عمقول لك مرة أخرى وهذه كان قوية بزار أنا مجرد مواطن بسيط وصغور ما عندي لا دير عن نقابي ولا سياسي ولا نسوي ولا شبيبي ولا أصحفي ما عندي مغلوب على أمري عندك يحسن مغلوب البالح راشدتونا ضغيب دبابة وخرجونا بحال ما كين وعود مخك وما خرج من نواله إذن أنا مغلوب على أمري راشدتو بابة راشدتو عنوان ما عندي مين يخرج مني صافي عبش ما تتخرج معي في ذيك البرادفير وثانيا ما تديش ذيك كم حاجة قادرينها بتركيها وثالثا رك ما كتجاوبنيش أنا كتجاوب المغاربة دي لدي في بارك أنا را قديت مهمتي وسيريت باي باي يعني تفاعل ما تفاعلش ذك الشي كيلزمك ذك الشي كيلزمك ومني كتفاعل وكتوضح را أنت الربح وربح معك الوطن عما هيد الأسلوب دي مؤخرا دي الصافي عم بقا مين يخرج منكم ولي را أسلوب خيب وخيب بزاف كنشكركم المتتبعات والمتتبعين للقناة وإلى اللقاء